راديو دبنغا أهلا ومرحباكم مستمعي راديو دبنغا الأعزاء في برنامتنا اليوم الاثنين ثلاثين من شهر خمسة سنة الفين اتنين ماشرين اجتمل برنامجنا على ناشرات الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديثة اليوم ولكن في البداية بنقدم لكم ناشرات الأخبار ودي معناوينها بدع محاكمة توباك والنينة ورفاقهم وسط إجراءات مشددة وحضور ضخم والمحكمة توافق على أرض المتهمين أمام لجنة طبية إدانة محلية ودولية واسعة لمقتل شخصين في مواكب السبت واستمرار المظاهرات في بر والكلاكلة بالخرطوم مجلس الأمن والدفاع يوصي برفع حالة الطوارئ وإطلاق صراحة المعتقلين والسماح ببس الجزيرة مباشرة مجلس نظارات البيجة يقلق أمانة حكومة البحر الأحمر مطالبا بإقالة الوالي وإضرابات واحتجاجات مطلبية وتضامنية في خمسة ولايات والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنقا يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا وافقت محكمة المتهمين بقتل العميد بريما محمد أدم توباك ومحمد الفاتح وأحمد الفاتح وعصام الشريف في جلستها الأولى يوم الأحد على طلبات الدفاع بفك القيود عن المتهمين والسماح للمحامين من الإطلاع على محضرة تحري ومقابلة موكليهم بجانب تشكيل لجنة طبية للكشف عن تعرض المتهمين للتعذيب وإن عقدت المحكمة في معهد العلوم القضائية برأسة مولانا زهير بابكر عبد الرازك وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كسيف من أسر المتهمين والناشطين ولجان المقاومة تضامنا مع توباك ورفاقه وقالت المحامية إيمان حسن عبد الرحيم رئيسة هيئة الدفاع لراديو دابنقا أن المحكمة رفعت جلستها إلى يوم 12 يونيو مشيرة إلى غياب المتحر الأول وأضافت المحامية إيمان حسن في هذا الخصوص طلب الثاني كان أن اسمحوا لنا بالإطلاع على المحضر عشان نعرف المستندات والبينة المقدمة وطبعا كان أساسا المحاكم كلها بترفض الطلبات على أساس فيه سوابق قديمة لكن المحكمة الموقرة قبلة الكلام لأن القانون سكت عنه بالتالي يبقى أساسا ما فيه تشريع بيمنع الناس تطلع على اليومية طالما تقدمت للمحكمة وكان المئات من أسر المتهمين والمتضامنين ولجان المقاومة والناشطين احتشدوا منذ الصباح الباكر أمام مباني معهد العلوم القضائية ولوح توباك ورفاقه لدى وصولهم إلى مقر المحكمة بشارة النصر فيما ردد الحضور وتافات توباك ما قاتل والنن مناضي وأشار الحضور إلى تعرضهم للاستفزاز بواسطة العناصر الأسكرية أمام المحكمة إلا أنهم لم يتجاوبوا مع الاستفزازات تلبية لمناشدة هيئة الدفاع من جهة أخرى استجابت المحكمة لطلب محام الدفاع عن الطبيبة زينب التي تواجه تهما بالتستر والتمويل بالسمح لها بعدم حضور الجلسات نسبة لحالتها الصحية وردد المتضامنون مع المتهمين في هذا الخصوص وفي ولاية القضارف نظمت لجان المقاومة صباح الأحد وقف اهتجاجي أمام مجمع محاكم القضارف تضامنا مع المعتقلين توباك والننة ورفاقهم من جانبها نفذت لجان مقاومة عطبرة وقف اهتجاجي أمام محكمة عطبرة تضامنا مع المعتقلين واستنكارا لمجزرة الكلاكلة أوصى مجلس الأمن والدفاع برفع حالة الطوارئ وإطلاق صراح جميع المعتقلين بمجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي وأوضح وزير الدفاع الفريق الرويق ياسين إبراهيم الناطق الرسمي باسم المجلس في تصرح صحفي أن الاجتماع الذي انعقت في القصر الجمهوري يوم الأحد برأسة البرحان رفع توصيات شاملية السماح لقناة الجزيرة مباشرة بمزاولة البس وأضاف الفريق روكون ياسين إبراهيم في هذا الخصوص أولا التوصية للسيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بربع حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء سودان الثانيا إطلاق صراح كل المعتقلين بمجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا الدولة أو القانون الجنائي الثالثا السماح لغنات الجزيرة مباشر بالبس أدانت قطعات واسعة مقتل على الدين عادل بطلق ناري في الصدر وعز الدين النور اختناقا بالبومبام في موكب الكلاكل يوم السبت ليرتفع العدد الكل للقتل منذ الإنقلاب العسكري إلى 98 شخصا وقالت لجنة الأطباء المركزية أن مواكب السبت تعرضت لقم مفرط من قبل قوات السلطة التي استغطمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع بكسافة وأشارت ليامو قامة الخرطوم إلى عدد كبير من المصابين من بينهم حالات خطيرة وغير مستقرة من جهتهم كشف محمو الطوارع عن إصابة الطفل مصعب فتح الرحمن البالغ من العمر 12 عام بتلقطين في مواكب السبت وخضع لتدخل جراحي وقال والد الشهيد على الدين خلال مخاطبته تشيع الجسما وفي ذات السياق أعرب والكر بيرتس رئيس بعثة اليوني تامس في تدوينه على تويوتر عن خضبه العميق لمقتل اثنين من المتظاهرين في الخرطوم هو السبت وطالب بوقف العوف وإنحاء حالة الطوارع وإيجاد مخرج سلمي من الأزمة الحالية في السودان أظهر مقطع فيديو متداول على نطاق واسع اعتداء قوة بزي مدني بالضربة على فتاة بالصياد والأيدي وخلع خطاع الرأس في مواكب الكراكل يوم السبت من جهة أخرى أدام محامو الطوارع اعتقال الأستاذ المحامي وليت أبد المحمود واعتبرته انتهاكا لحصانة المحامين والتعدي سارخ لرموز العدالة أكدت الشرطة وفاة اثنين من المواطنين خلال مواكب الكراكل يوم السبت أحدهما اختناقا بالغاز والآخر قالت أن زويه رفض تشريحه أو اتخاذ إجراءات بلاغ جنائي لمعرفة أسباب الوفاة واتهمت شرطة ولاية الخرطوم في بيان المتظاهرين في الكراكلة بالعنف والتعدي على قسم شرطة الكراكلة والاحتكاك بقوة تأمين القسم بما أدى إلى عدد من الإصابات وسط الضباط والأفراد نقلوا بسببها للمستشفى لتلقي الإسحافات اللازمة شهدت عدد من أحياء الخرطوم يوم الأحد مظاهرات وإقلاق للطرق تنديدا بقمع مظاهرات الكراكلة فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع بكسافة على المتظاهرين في بري من جهتها أعلنت تنسيقية لجام قاومة الكراكلات وجنوب الخرطوم التصعيد الشامل وإقلاق الشوارع كما شهدت أحياء أخرى مظاهرات متفارقة أقلق المجلس الأعلى لنظارات البجا يوم الأحد مقر الأمانة العامة لحكومة ولاية البحر الأحمر مطالبين بإقالة الوالي بعد نهاية المحلة المحددة بـ 72 ساعة وقال أبد الله أوباشار مقرر المجلس لراديو دبنقا أن مطالب المحتجين تتمثل في إقاف استخراج شهادات خلو النزاع لشركات التعدين والشركات الأخرى وفق قرار تعطيل التنمية الصادر من وزارة المالية بجانب تنفيذ بنود زيادات الأجور وأضاف أبد الله أوباشار في هذا الخصوص أبرز مطالبها إقالة والي ولاية البحر الأحمر الأستاذ ألي عدروب عبد الله كذلك إقاف استخراج شهادات خلو النزاع لشركات التعدين وكل الشركات الأخرى حتى يتم مراعاة كل الجوانب المتعلقة للجانب الأمني والاقتصادي والجانب البيئي لأخير وفي الأسنع قال الناظر محمد الأمين تيريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا في تصريحات الصحفية أننا لن نقلق شرق السودان مرة أخرى مؤكد أن مسألة إعفاء والي البحر الأحمر لا تستحق الإقلاق كما أنه أمر يخص مواطني بورد سودان فقط من جانبه أعلن تحالف أحزاب وحركات شرق السودان شيء بضرار في حديث لراديو دبنغ رفضه إقالة والي ولاية البحر الأحمر وأضاف شيء بضرار في هذا الخصوص نظم صحفيون وناشطون في الضعيم بولاية شرق دافور يوم الأحد وقفة احتجاجية في منطقة التقاطع تنديدا بقرار سحب اعتماد مراسل تلفزيون السودان الرسمي الصحفي والإعلامي صالح أبو علامة وكان والي الولاية أصدر القرار على خلفية بس التلفزيون القومي مادة إعلامية تتعلق بزيادة الرسوم الدراسية بجامع فضائن دخل العاملون في القطع الصحي بولاية البحر الأحمر في إضراب عن العمل بجميع المؤسسات الصحية بالولاية للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي الجديد وطالب العاملون بصرف فروقات الهيكل الراتبي وصرف بدل العدوى وأجار الأطباء إلى نسبة التنفيذ العالية للإضراب مع تغطية قسم خسيل الكلا وقسم الإدمان بالطب النفسي وقسم العناية بالنساء والولادة نفذ الأطباء والكوادر الصحية بالولاية الشمالية يوم الأحد وقفة احتجاجية رفضا لخصخصة مركز الشيخ الجميح لأمراض وجراحة السكر في ضنغلة وتحويله إلى مفوط أوقاف الشيخ الجميح وفي شرق دارفور نظمت تنسيقية الكوادر الطبية والصحية وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة للمطالبة بزيادة الأجور وتطبيق الهيكل الراتبي الجديد وهددت بالإضراب عن العمل قال والي شمال دارفور نيمير أبطرحمن أنهم توصلوا يوم الصبت مع المكونات المجتمعية في محلية طويلة ومنطقة أم حسل إلى اتفاق مبدئي لإنهاء الخلافات القائمة بينهما وطيص صفحة الحرب إلى الأبد وأشار في تصريحات إلى تكويل لجنة مشتركة بين الأطراف في المنطقتين بغية التواصل إلى اتفاق نهائي ينهي الخلاف خرج مواطن مدينة الترتر التابعة لمحلية التضامن بولاية جنوب كردوفان في موكب يوم الأحد للمطالبة بإقالة المديرة التنفيذي للمحلية أبطالة أحمد منصور ورفضا لشركات معالجة مخلفات التعدين الأهلي التي تستخدم مواد ضارة وسلم المحتجون مذكرة للسلطات تمهي لها مدة 72 ساعة لتنفيذ المطالب وقال بيال لمواطن المدينة أن المدير التنفيذي فشل في تقديم الخدمات الأساسية لمواطن المحلية طيلة فترة عمله ويتهمه بتنفيذ أجندة الشركة السودانية للموارد المعدنية والشركات العاملة يواصل العاملون في السلطة القضائية إضرابهم في جميع رجاء السودان للأسبوع الثاني مطالبين بمستحقات مالية وأكد التجمع في بيان تمسكه بالاستمرار في الإضراب إلى حين إجازة جميع العلاوات وصرف الفروقات وشدد أنه لن يرفع الإضراب لمجرد وعود وكان تجمع العاملين في السلطة القضائية دخل في إضراب اعتبارا من مطلع الأسبوع الماضي مطالبين بالعلاوات الإدارية والشخصية التي تم تعطيلها من قبل السلطة أعلن تجمع العاملين في مؤسسات التعليم العالي استمرار إضرابه للأسبوع الرابع للمطالبة بهيكل راتب جديد أسوى بأعضاء هيئة التدريس مع العلاوات والبدلات وقال أبد السلام تيراب رئيس التجمع في تصريحات الصحفية أن الإضراب بدأ بالتدرج وسواصل في الفترة من الأحد إلى الخميس وعوضح أنهم لن يرفعوا الإضراب إلا في حالة الاستجابة لمطالبهم مؤكد أن الإضراب مطلبي ولا علاقة له بالسياسة وأضاف أبد السلام تيراب في هذا الخصوص الإضراب أننا بدأناه بداية تدرجية هو إضراب حق مشروع كفلت القوانين والدساتير تدرجنا في الإضراب إلى الأسبوع الرابع الأسبوع الرابع هو بداية من يوم قد إن شاء الله سيكون الإضراب من الأحد للخميس من الأحد للخميس أنهنا واصلين في إضرابنا من الأحد للخميس إلا إذا حصل طارئ واصل تجمع الهيئات النقابية بكسل إضرابه المفتوح في جميع المؤسسات الحكومية يوم الأحد حتى يوم الخميس المقبل وقال التجمع في بيان أنه نفذ الإضراب بنسبة 100% خلال الأسبوعين الماضيين مما أدى إلى شلل تام في دولاب الدولة الخبر الأخير في النشرة أعلنت وزارة التربية ولاية الخرطون تشكيل لجنة تحقيق من الخبراء في المجال التربوي والأجهزة الأمنية حول تسريب بعض امتحانات شهادة مرحلة الأساس للعام 2022 وقالت في بيان أن جميع إجراءات ومراحل وشؤون الامتحانات كانت سليمة بنسبة 100% مستمعي راديو دبنقل أعزاء بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا